الحمد لله الكريم الحمد لله ربنا ومولانا خالقنا ورازقنا يعلم ما في الصدور يعلم السر وأخفر ما من ذاقة إلا هو آخذ من أرستها إن ربي على سرق مستقيم الخلاق العظيم الرزاق الكريم الرحمن الرحيم ذو القوة المتين المودئ المعيد ذو الحر الشديد والأمر الرشيد البعال الميرين عز الجاه وجلت ثماؤه وتقدست أسماؤه في السماء ملكه وفي الأرض سلطانه وفي الجنة رحمته وفي النار سطوته وفي كل شيء آيته وحكمته لا إله إلا هو اللهم صلي على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى سيدك المستقيم وعلى آله وصحبه عدد خلقك وارد باع نفسك وزينة تعرشك ومدادة كلماتك أما ذاك أرسوك إن شاء الله سبق رزق الحمد لله ما شاء الله يساويني بابرس يواني بابرس يواني بابرس يواني بابرس يواني بابرس يواني بابرس تأثير يواني بابرس لكنه من أول الفاتح كيفية الحساب هذه الفاتح يوجد تساعد فهتي آخر يواني بابرس الس collision فم واصل وصول فم يساويني سب ground الل pratique سبحانه وت revêt إوسط و لا يمكنكم أن نعرف المكان في المنزل من الموت أولاً جميلًا ومعكت بإعطاء الله و أخرى شيء كيفية تلعبك كيفية تلعبك كيف تلعبك كيف تلعبك كيف تلعبك كيف تلعبك كيف تلعبك الله سبحانه وتعالى has created mankind and all the creations and he said that you will be responsible for the risk حد لأ we have without any doubt but الله سبحانه وتعالى رزا ما يجب أن يكون هناك في الخارج، أعتقد أنه سأبدأ إن شاء الله مع بعض آيات أكثر من سورة العمران قال يا ضري محمدك هذا نعم، 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 نعم قال يا مريم محمدك هذا، قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب كلما زكريا عليه السراب إنتظر إلى أن ترى مريم يجب أن تجد رسالة في حساب ويجب أن تسألها، من ما تحصل هذا رسال؟ ويجب أن تقول إن هذا من الله الله سبحانه وتعالى فإن الله سبحانه وتعالى ويجب أن تحصل إلى المساعدة الله سبحانه وتعالى وإذا نذهب إلى الآية في سورة الحجرة آية 56 الله سبحانه وتعالى وَمَا خَلَقْتُمُ الْشِنَّ وَالْإِنْسَ فِي اللَّهَ لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمِّ الْرِزْقِينَ وَمَا أُرِيدُ أَيُطْعِمُونَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْرَزَّاقُ ذُوَ الْقُوَّةِ الْمَتِينَ الله سبحانه وتعالى I seek not such things any such things from them nor do I ask if they should feed me Allah subhanahu wa sallam is our provider owner of power the most strong and it is said in the same surah وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَنَا تُعَدُمْ you rest in the same way what Allah subhan said and what Allah subhan promised is seen there and there is another ayah in surah ta'ala Allah subhanahu wa sallam says وَأُمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّرَةِ وَاِسْطَبِرْ عَلَيْهَا لا نَسْحَلُكَ رِزْقًا نَحْرُنَا الْصُقُمْ وَالْعَقِبَةُ الْتَقْوُمْ Allah subhanahu wa sallam told you to to order your family to establish salat and to keep and to be patient on them and Allah subhanahu wa sallam keeps saying that He is the provider He will provide He didn't ask you any provision or any substance He is able to provide and subhanahu wa sallam there are so many deeds that if we do it and we keep the ways Allah subhanahu wa sallam will increase our risk the first key I just mean the key of the car of the house the special means means is this maybe some some people will think that I also bring special kind of of keys which kind of keys is this? gold or silver or no no forget this that's that's keys keys I mean this that's what means that's uh title keys when we buy keys these the first key inshaAllah is taqwa Allah subhanahu wa sallam taqwa Allah subhanahu wa sallam Allah subhanahu wa sallam says وَمَا يَتَّقِ إِلَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَهْرَجًا وَيَرَزُقُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَيَحْتَسِمْ whoever feels Allah subhanahu wa sallam and keeps his duty to him he will provide him from what he never he could imagine وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرْآنَ أَنُوا وَاتَّقْوَ لَفَتَحْنَ عَلَيْهِ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْبِ Allah subhanahu says in the middle of the town I believe and I have taqwa here taqwa we should open for them blessing from the heaven and the earth when you have taqwa Allah subhanahu wa sallam will provide you without any limits just taqilah subhanahu wa sallam and I have a story here there is in the same story in the same key he was with one of the companies some of them says Amam al-Khattab some of them says Amam al-Aziz some of them says I don't know why but I don't want to to give something wrong but Mary was with one of the companions and he saw shepherd with the sheep and he went to him and he said to him sell me sheep he said shepherd said they are not mine I am just looking watching them and he said send me sheep and tell your your boss or the owner of the sheep that the wolf ate it he said where is Allah means if I do where is Allah that shepherd he had taqwa because he knows that Allah is watching what he is doing and that sahabi that company was shocked from the answer of that shepherd and right away he went to look for the boss of the shepherd and he bought the shepherd means he freed him from the slavery and he bought the sheep and he gave the sheep to the shepherd he said to him this is a risk Allah will give you this risk because of your taqwa and I ask Allah subhanahu wa ta'ala to save you from the high fire because of this this is taqwa this is kind of risk without limit